محاضرتنا اليوم هي من المحاضرات المهمة والهامة واللي هي إدراج الصور والأشكال ومربحات النص فيما يخص الصور طبعا اسم محاضرتنا هي إدراج الصور فإذن كل العمليات اللي راح نقوم بيها اليوم الإدراجية هي من قائمة إدراج فحتى نضيف صورة نروح على إدراج بعدين نروح على صورة بعدين مثلا أنا راح أختار مكان الصورة وليكن هذه اللي هي بسطح المكتب طبعا هذه الصورة أجتنا بكل بساطة أقدر أكبر حجمها من هذه المقابض الموجودة وأقدر طبعا أصغر الحجم وأكبر الحجم وبنفس الوقت أقدر أدور هذه الصورة من خلال الخيار أو من خلال هذه الدائرة باللون الأخضر أقدر أدور الصورة بالاتجاه اللي أنا أريده ومن خلال هذا الخيار اللي هو أندو هذا اللي عليه السهم هذا الخيار خاص بالتراجع خطوة إلى الوراء وأقدر طبعا كل كليك أضغط عليه راح يرجع الخطوة حتى أتراجع أكثر من الخطوة أضغط أكثر من كليك طبعا في برنامج وورد البرنامج أتعامل مع الصور كأنه نص وليس كائن صوري يعني لما أجي أحرك هاي الصورة ما تتحرك هاي الصورة ما تتحرك ليش؟ لأن برنامج يعتبرها نص ما يعتبرها كائن صوري يعني إذا أريد أن أزلها أضغط Enter حتى تنزل إلى الأسفل أريد أصعدها بالباقس بيس ولكن أنا أريد أتحكم بها ككائن صوري وليس ككائن نصي بهيش حالة حتى أحركها وأقدر أتحكم بها براحتي أضغط كليك أيمن على الصورة وأختار التفاف النص أضغط كليك أيمن ونختار التفاف النص ومن ثم نختار أمام النص ومن ثم نختار أمام النص نعيد الخطوة كليك أيمن على الصورة وبعدين التفاف النص وبعدين نختار أمام النص هذا الخيار يحول لي الصورة إلى كائن وأقدر تعامل بيها وأحركها مثل ما أنا أريد طبعا هاي الخطوة مهمة هواي ناس من برنامج ورد ما يعرفون شون يحركون الصورة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة